السلام عليكم ورحمة الله وبرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن اول تعليق للبيت الابد على تعصر بايدن بصعود سلم طائرة الرئاسة البيت الابد يكشف حالة بايدن بعد تعصره على سلم طائرة الرئاسة واقع بسبب الرياح وننقل لكم هذا الخبر من كارات العربية قالت كارين جانبير نائب المتحدث باسم البيت الابد أن صعود الرئيس جو بايدن بخير بعد أن تعصر أثناء صعوده وعضل جعله متنطائرة الرئاسة في وقت السابق من يوم الجمعة تعصر بايدن وهو يتسلق درجات سلم الطائرة في البداية بدأ وكأنه يتعصر ثم ينهض ثم يتعصر ثم مرة ثانية كافحة من أجل النهوض المرة الثانية لفترة وجيزة قبل أن يصدر بالدرج وقالت بير أثناء حاطة الصحفيين على متنطائرة في طريقهم إلى أتلنتا كما تعلمون أن جو عاصف جدا بالخارج والرياح الشديدة لقد كنت أن أصعد درج بنفسي إنه بخير ولم تقول جانبير ماذا كان بايدن ما إذا كان بايدن قد يصيب في القدم التي قصرت بأخر وقالت جانبير غدا على سؤال إنه يقوم بعمل رائع كل يوم كل ما يمكنني قوله إنه بخير إنه يسعد الرحلة اليوم ويقوم بعمل رائع وقررت إنه على ما يرام عندما سئلت عما إذا كان بايدن قد تم فحصه منكب الطبيب وصيب بايدن بكسر في قدمه في نوفمبر 22 الماضي بعد الاحتفال بعيد ميلاده 78 وفوزه برئاس الولايات الأمريكية بما جعله أكبر رئيسي للتاريخ الولايات الانتحدة وخلال حملاته الانتخابية عام 2020 أصدرت حملة بايدن ملخصة للتاريخ الطبي لبيدن أصدرت أن نائب الرئيس السابق كتبتها بصحة جيدة وصالح للرئاسة وإذا كتب الدكتور كيفين أوكنور الذي كان طبيب الرعاية الأولية لبيدن منذ عام 2009 ومدير الطب التنفيذي في كوليد جورج واشنطن الطبية أن بايدن رجل يتمتع بالصحة والنشاط تنفيذ مهمة رئاسة جبوريا بنجاح وتعرض بايدن لكسر في قدمه بعد أن انطلق أثناء اللعب مع كلبه ميجور وعائلة بايدن لديها كلبان ميجور وتشامب كلاهما من نوع جيمان شيبرد شكرا لكم